وصف محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مولد سيد الكائنات بشراقة سلام وخير متجددة في ضمائر وعقول المسلمين والمدافعين عن قيم الإنسانية رافضا في الوقت ذاته محاولات المساس برمزية الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأكد في رسالة تهنئة لأهالي صلاح الدين والعراق والعالم الإسلامي أن الاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة يفرض على الجميع مسؤولية التعامل مع التحديات اليومية بمقدار الإيمان بقدسية هذه الرسالة السماوية ما يتطلب تكاتفا مجتمعيا أكبر لتحقيق السلام واختلاع فكر وجذور الإرهاب